موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني من فريق أوبن هاردووب الجزائر أتقدم لكم بهذا العمل الذي سوف أشرح فيه كيفية استعمال بطاقة الأردوينو ميكو أو ليوناردو للتحكم في جهاز بي سي وذلك عن طريق خاصية محاكاة الكيبورد فيمكننا بهذه الطريقة إرسال أوامر مباشرة إلى الحاسوب فور ربط البطاقة له لنرى أولاً البرنامج الذي سوف نستعمله الخاصية الأساسية لهذا البرنامج هو أنه سوف يكتب كلياً في الدلة سيتوب وهذا لكي يتم تطبيق الأوامر إلا مرة واحدة لأنه إذا استعملنا الدلة لوب فإن البرنامج سوف يستحوذ على الـ USB للأبد ولا يمكننا إعادة برمجة الأردوينو مرة أخرى في الدلة سيتوب نقوم أولاً بتشغيل خاصية محاكاة علبة المفاتيح أو الكيبورد ذلك باستعمال keyboard.begin ننتظر ثانيتين بعد ذلك يقوم البرنامج بمحاكاة الضغط على المفاتيح start ثم يطلب نافذة تطبيق البرامج ينتظر نصف ثانية قبل أن يوقف الضغط باستعمال release all ثم يقوم البرنامج بكتابة الأمر إيقاف الحاسوب ثم الضغط على return ويوقف الضغط بعد مرور نصف ثانية في الأخير يوقف البرنامج محاكاة الكيبورد نقوم بتحميل البرنامج على أردوينو ميكرو والآن نرى النتيجة على نظام Windows 7 ترجمة نانسي قنقر كما رأيتم فإن النظام قد أقفل نفسه بدون انتظار حتى وإن كان الويندوز لا يحتوي على driver للأردوينو ميكرو في الأخير أريد أن أحذركم من استعمال هذه الطريقة لأن البرنامج الذي رأيتموه هنا هو برنامج بسيط لا يمثل خطرا على المعلومات الموجودة في الحاسوب لكن لا شيء يمنع من إدخال أوامر أكثر خطورة كتحميل برامج خطيرة من الأنترنت أو فيروسات فتح backdoor أو حتى محو كل ما يوجد داخل القرص الصلب لجهاز الحاسوب أفضل وقاية من هذه الاستعمالات هو إغلاق الحاسوب إذ كنا لا نستعمله وفي الأخير أشكركم على الإصراء وإلى اللقاء في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر